القهر والاضطهاد بالتعاون مع المنظمة الدولية رؤية عالمية في قاعة الاجتماعات ببلدية عرفات يوما توعويا لتحسيس ضد مخاطر كوفيد 19 وشمل هذا اليوم التحسيسي وتوزيع سلال غذائية ومواد للتعقيم على بعض الفئات الضعيفة من ساكنة ولاية الواشط الجنوبية خلال مداخلته أبرز رئيس جمعية السلام لمكافحة القهر والاضطهاد السيد زيد بيه للخرشي أن هذه المبادرة ترمي إلى تحسيس ساكنة مقاطعة عرفات بضرورة تقييم